بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى رجعنا اليوم الحد ورجعنا لبيوتنا نبص عليها ونتأمل فيها عشان ننتقل من التوافق إلى السعادة بصينا في البيوت لقينا شوية ظواهر كده في ظاهرة ظهرت أول النهاردة والنهاردة عن نتكلم على حالة استمرت كتير بس لازم نتكلم عنها النهاردة ظاهرة بتختلف في البيوت لكن هي موجودة احنا مرة الفاتت تتكلمنا وتكلمنا كتير عن ظاهرة زي زواج مثلا الخدمات لكن النهاردة عن نتكلم عن زواج تاني خالص بيحصل في البيوت اللي عن نتكلم عليه النهاردة ان في بعض البيوت بيبقى فيه ناس ما بيتقابلوش غير صدفة احنا النهاردة عن نتكلم عن ظاهرة بتختلف عن الزواج الفندقي اللي ممكن نكون اتعرض لنا له وشرحنا انه الزوج بيكون فيه مؤتمر البيت عبارة عن فندق بيروح له علشان ياكل ينام يستمتع يستمتع يرتاح له شوية وبس لكن لا تربطوا باهل البيت ده صلة ولا هو يعرف اهل البيت ده هو مين لكن لا تربطوا باهل البيت ده اي شكل من اشكال العلاقة الزواج ده بيختلف عن الزواج اللي عن نتكلم عليه النهاردة ده الزواج اللي عن نتكلم عنه النهاردة ده نوع تاني من الزواج احنا بنسميه زواج المناسبات او زواج الوك اند اه انا عارف ان بيقى فيه زواج اسمه زواج الوك اند وبقى الناس بتتجاوز مش عايزين من بعض حاجة غير انهم بيقضوا وقت مع بعض في الاجهزات لكن هذا بنتكلم عن ظاهرة وهو زواج المناسبات والوك اند يعني الزوج بيكون لمدة كام يوم في الاسبوع وبس الزوجين مستقلين بحياتهم تماما وما حدش بيتدخل في حياة التاني وما حدش من حقه يعلق احنا بنكلم على اتنين قاعدين في البيوت مع بعض وما حدش بيعلق على تصرفات التاني كأنهم اتنين اغراب اتنين عزاب بالزبط وبتقابلوا صدفة يعني ممكن يتقابلوا في الصالة كده هم مماشين مع بعض يتقابلوا صدفة ويرجعوا ويتفرقوا تاني يتقابلوا في مناسبة عائلية يتقابلوا في مناسبة تانية ممكن يتقابلوا في الاجازات وهما مسافرين مع بعض في الصيف دلوقتي كل حكاية انهما بيتقابلوا ومين في الاسبوع وكل واحد منهم يرجع لمكانه يرجع لصومعته والحياته طب ايه اللي بيخلي الناس تلجأ للنوع دات من الجواز ايه اللي خلي الجواز في البيوت بهذا الشكل فهم مغلوط للاحتياجات اول حاجة بتخلي الناس تلجأ لهذا الفهم المغلوط للاحتياجات ان الاحتياج نقص وانا محتاجي ان انا اشبه الاحتياج بتاعي الناس اللي بتتجوز بالطريقة دي بيختزر الجواز في ايه اشباع الشهوة والاحتياج للعاطفي او الجنسي فبيروح يتجوز للهدف ده بس طب ليه مش بيتجوز جواز طبيعي ويعيش مع شرك حياته بشكل مستمر عشان السبب التاني تجارب الزواج الفشلة ان الشخص ده ممكن يكون مر بتجربة بتجربة الترتباط او زواج فشل وده قدى لضعف ثقته في الناس وفي العلاقات فيفضل انه ما يدخلش في علاقة الزواج الطبيعية عشان ما يتعرضش تاني للفشل فياخد من الجواز اللي هو محتاجه وبس وبس وبيظن كده انه بيحمي نفسه من الفشل والخسارة سواء المعنوية او المادية بس على فكرة هو حاكم على نفسه ان الجواز ده فشل لان الجواز دي مفهوم واحد بس الجواز بيساوي حياة كاملة اي حاجة تانية دي ده شكل من اشكال الحكم على ان الجواز اللي هو الحياة اللي بيعمل سعادة وبينطرق من توافق فاشل منقدرش نعيشه الحاجة التالتة يبقى اول حاجة قلنا ببساطة خالص اختزال مفهوم الجواز في الشهر تاني حاجة ببساطة خالص التجارب الفشلة تالت حاجة الطموح الزايد في العمل وعدم التوازن بينه وبالحياة الشخصية هو عايز يتفرغ لعمله بس في نفس الوقت خايف من المجتمع او خايف يغلط فيروح يا من ده وده للأسف بقى موجود عندنا سواء عند الرجالة وكمان بقى عند الستات فبنلاقي نمازج منهم مهتمين بشغلهم بشكل كبير جدا 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 مش مهتمين بالحياة الشخصية والعلاقات بنفس القدر هو شغلهم اهم حاجة فبيكون كل هموم تحيي النجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر